ثلاثة سنوات ليست سهلة الحقيقة عندما نتحدث عن ظلم للنظام وما نسمعه دائما من انتهاكات للمعتقلين أعتقد جزء كبير أنت عشته عمر لو تحدثنا عن هذه الحكاية بشكل مبسط ليفهم العالم ماذا يحدث للمعتقلين السلميين داخل السجون وهم ليس لديهم قدرة أن يدافع عن أنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم هو بشكل بسيط جدا 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 ما يحدث للمعتقلين داخل السجون الآن هو قتل بالبطيل يعني كون أن يكون في موجود ما يفوق الستين أو السبعين ألف أنا لا أعرف التقدير بالزبط معتقل يعني يكاد يكون نصفهم أو أكثر من ذلك غير محكوم عليهم بأي أحكام تدينهم ولا يوجد هناك أي تهم ملموسة تستطيع أن أنت تحكم عليهم من خلالها ومع ذلك يمكثون في السجن الآن هناك من مكث مدة خمس سنوات إلى الآن وأكثر وأقل هذا يعد قتلا بالبطيء لأنه ليس هناك رعاية صحية بالمرة ليس هناك رعاية صحية بالمرة في أكبر سجون تورة سجني لمن تورة يعني أكبر مستشفيات تورة موجودة هناك ليس هناك أي رعاية صحية يعني أنا ذهبت إلى سجن لمن تورة لتلقي العلاج بسبب عيني لم أجد أي رعاية صحية يعني عملت كشفة على عيني وخركت لولدتي ساعتها عشان تعمله وطلع مختلف تماما يعني حاجة أنا حكينا عن بعض المواقف اللي ما زالت ما زالت حتى هذه اللحظة مؤثرة فيك عندما يتم النقاش عن أحوالي المعتقلين داخل السجون أنت عانيت زيهم حكينا عن بعض من هذه التفاصيل خلي العالم يسمع والناس يستمع لحجم المعاناة اللي بتعوشوها داخل المعتقل طيب أنا يعني هاجبني الأول من أول الاسم وما حدث معي من تعذيب ولسه أثار موجودة بشكل ملخص يعني يعني فيه أثر حاليا للكهرباء اللي تعرضت لها في السجن حتى الآن حتى الآن إذا أردت أن أنا أريك إياك أريك إياها أنا جاهز داخل السجن لسه داخل الاسم الاسم لسه مروح بقى للأمن ولا داخل السجن الاسم اسم تاني مدينة نصر الدور التاني سلخانة التعذيب زي ما كنا بنسميها جردوني من هدومي وكلبشوني خلفي وغموني وكهربوني ويعني كان فيه حكاية التحرش الجنسي اللي أنا كنت حكيتها في وقتها وما زالت موثقة وموجودة لللي عايز يرجع لها أنا مش هخوط في ده كتير لكن ده جزء بسيط جدا 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 من اللي بيحصل حاليا للمختفين قصريا اللي محدش يعرف عنهم أي حاجة لشهور وسنوات ومن ثم نجدهم يعني بعضهم ممكن يكون تم قتلهم يعني مقتلين وبعضهم قد يكون قتل ونحن لا نعلم حتى الآن عنه شيئا يعني إن هناك مجهولين كثيرين يعني إلى الآن ده جزء اللي حصل في القسم يعني لو اتكلمنا عن التعذيب النفسي والجسد اللي كان بيحصل في السجن فهو يعني يكاد يكون أسوأ بكثير من اللي حصل بيحصل الآن لكل المعتقلين اللي بيحدث اللي حدث ليا قبل ذلك شيء وما يحدث الآن للمعتقلين في السجون المصرية شيء آخر تماما يعني أسوأ ويعني أفضع مما يتخيلوا عاقل يعني إن يكون فيه ما يفوق الأربعين شخص أو الثلاثين شخص في غرفة لا تتعدى الأربعة متر في خمسة متر بحمام لا يوجد تهوية لا يوجد أي نوع من أنواع الرعاية لهذه البشر يعني هم بشر زي ما بيقولوا في بعض أنه بعض الأفلام بتكون الأفلام رعب لا علاقة لها بالواقع اللي أنت بتقوله بيجسد الحقيقة والواقع اللي بيعيشوا المعتقلين الآن وأعتقد أكثر من ذلك كما تقول يعني اللي عاش مع المختفين قصريا يعني اللي عاش الكلام ده غير اللي سمعت برضه حسام يعني أنا عايز أقول إحنا بنحكي وهنحكي ومش هنبطل نحكي لكن لو حد عاش الكلام ده فهو يعني لو سمعت لو شفته بيبتسم أو لو شفته بيعمل أي شيء أي حركة أو أي موقف بيفكره بكل اللي هو مر به وده أسوأ شيء ممكن يحصل لأي حد شكرا شكرا